اشتركوا في القناة والرؤى والاحلام فبداية رؤية الكعب العالي يدل على المال ويدل على المكان العالية ويدل على الخير الكثير وده بالنسبة للمتزوجين كل المردة اما بالنسبة للعزاب يدل الكعب العالي على الزواج وقيل يدل الكعب العالي على صفات موجودة في الرأي كالقلب الصافي وحسن الخلق والاخلاق العالية والتدين الى اخر هذه الامور الكعب العالي الاسود هذه الرؤية بالنسبة للمتزوجين تدل على المال الكثير الذي سيأتيه في القريب العاجل ان شاء الله تبارك وتعالى ويدل على الخطوبة بالنسبة للعزاب الكعب العالي البنفسجي هذه الرؤية تدل على الفخامة والرقي الكعب العالي الاسود يدل على عفوا الاحمر يدل على الحب والايجابيات اما الكعب العالي صاحب اللون الاصفر ومع شديد الاسف يدل على المرض والهموم والرمادي يدل على المتاعب اما البن في الكعب العالي يدل على الخير والبركة وبعض المفسرين قال ان البن احيانا يأتي بمعنى مكروه اما الابيض يدل على الصفاء ونقاء الروح البرتقال يدل على الافراح والاشياء الجميلة والاخبار السعيدة التي سوف اسمعها في القريب العاجل اللون الفضي في الكعب العالي يدل على الاخبار السعيدة اللون الذهبي يدل على الخيرات وبعض المفسرين قال ان اللون الذهبي احيانا يأتي مكروه يدل على ذهاب شيء تملكه طيب بالنسبة للكعب المتوسط وليس العالي هذه الرؤية تدل على الرزق تدل على الترقية وتدل على الزواج وقيلة يدل على عمل يحتاج الى جهد وتعب وحيانا يدل على الراحة النفسية اما الكعب الصغير وليس لا العالي ولا المتوسط هذه الرؤية تدل على طيب العيش والرغط في العيش وربما السعادة دي كانت بعض الرؤى الجميلة في رؤية الكعب العالي تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته